هبدأ الأول بالشق القانوني ألا وهو محكمة العدل الدولية وقرارها بإيقاف الحرب وانا يبقى السؤال التوقيت بالنسبة لي مفهوم أهمية القرار مفهومة لكن آلية النفاذ بتاعت القرار إيه؟ على ما يبدو أن القضاء الدولي ينتفض ضد الكيان الصهيوني إذ إن قرار محكمة العدل الدولية يتزامن والحراك داخل المحكمة الجنائية الدولية بخصوص موضوع الإبادة أو جرائم هو لم يصرح بها المدهي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهي الإبادة الجامعية لكن التجويع ضد الإنسانية فهناك حراك قضائي دولي ضد الكيان الصهيوني عودة إلى أهمية قرار محكمة العدل الدولية ويجب هنا أن نفرق بين محكمة العدل الدولية من جهة والمحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى لأنهم محكمتين منفصلتين محكمة العدل الدولية كما يعلم الجميع أنها خاضعة للأمم المتحدة وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة بينما المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية مستقلة عن الأمم المتحدة لكن ثمت ارتباط وثمت تنصيق بين المنظمتين الدوليتين توقيت وتزامنية محكمة العدل لولي قرار محكمة العدل الدولية يأتي في ظل زخم كبير وحراك عالمي سيما في المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وضد ممارساته في قطاع غزة حاليا لكن من ناحية نفاذ أو إنفاذ القانون الدولي وهذه المشكلة الكبرى التي يعاني منها القانون الدولي وهي أنه لا توجد آلية ناجعة لإنفاذ أحكام القانون الدولي سيما ما يتعلق منها بالشك السياسي بالشك الاقتصادي ونحن هنا في معترك الحياة السياسية وخصوصا في ظل توأمة الرؤى السياسية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الحكومات الغربية فالقرار سيظل له الجانب المعنوي الجانب الذي يخاطب ويناشد الضمير الإنساني العالمي ويعول على منظمات المجتمع المدني العالمية لكن آلية إنفاذه ستبقى محل شك نظرا لغياب وجود آلية ناجعة باستثناء مجلس أم الدولي بإرادة الدول والحكومات والقمزم ترجمة نانسي قنقر